قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مجموعة بريكس تسير في طريقها لتلبية تطلعات معظم سكان العالم أضف بوتين في قمة المنظمة المنعقدة في جنوب أفريقيا أن عمليات التخلي عن الدولار في المعاملات التجارية الدولية مستمرة وأن الاستثمار في دول بريكس زاد بمعدل ستة أضعف المهم في هذه الظروف أن تعزز دول البريكس تعاونها المشترك لضمان النمو الاقتصادي العالمي سنستمر مع شركائنا في إطلاق مشروعات البنى التحتية والاستثمار وزيادة التبادل التجاري طالب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيلر رامافوزا خلال قمة مجموعة دول بريكس بضرورة إدخال تغييرات جذرية على المؤسسات المالية الدولية لتقوم بمسؤولية أكبر في مواجهة تحديات التنمية وقال إن دول بريكس تشكل ربع اقتصاد العالم وخموس التجارة العالمية نطالب بتغييرات جذرية في المؤسسات المالية الدولية كي تتماشى مع القواعد العالمية ولتكون أكثر مسؤولية في مواجهة تحديات التنمية وهنا أنوه بما يقوم به بنك التنمية الجديد لدول البريكس لقد أثبت قدرته على تسخير الموارد لدعم البنى التحتية وتطوير المستمر والمستدام لاقتصادات الدول النامية